درائب على الصلب والألمنيوم والسيارات وأيضاً على مئات مليارات الدولارات بقيمة السلع بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم الولايات المتحدة والصين أما نتاج ذلك فهو إعلان صندوق النقد الدولي للمرة الثانية انخفاضاً في توقعات النمو الاقتصادي العالمي هي آثار الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم زيادة على الطلب في الولايات المتحدة تشير التوقعات إلى أن البلاد ستشهد انخفاضاً في النمو عام 2019 بسبب فرض تعريفات جمركية حديثة على عدد كبير من الواردات الصينية وأيضاً بسبب الإجراءات العقابية الصينية نسبة النمو في الصين ستشهد أيضاً انخفاضاً في 2019 لكن السياسات الداخلية الصينية قد تمنع انخفاض النمو بدرجة كبيرة حرب تجارية وصل مداها منطقة اليورو وسط نقص حاد في المواد المصدرة صندوق النقد الدولي تحدث أيضاً عن انخفاض في معدل النمو هذا العام بنسبة 2% من خفاض يعادل 0.4 التباطئ في النشاط التجاري ألقى بظلاله أيضاً على فرنسا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% كتوقعات لعامي 2018-2019 فيما كانت تشير إلى 2% قبل 6 أشهر انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي له تفسير آخر أزمة العملة في بعض الدول الناشئة لا سيما في أمريكا الجنوبية قد تشهد الأرجنتين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% هذا العام وفينزويلا بـ 18% الدول المثقلة بالديون لمدة فاقت عشرة أعوام هي الآن مهددة بفقدان رأس المال أمور تعود بالفائدة على واشنطن التي أعلنت الحرب التجارية بحثاً عن المصارح الشخصية